موسيقى نشرة الاخبار من قناة عدن الفضائية نستهلها بابرز العناوين والزميل اديب الى العناوين لايب رئيس الجمهورية يجري اتصالين هاتفيين بمحافظ الجوف والواب حيب حلال اطلاع على المستجدات الميدانية في مختلف الجبهات القيش الوطني يحرر مواقع جديدة في ماهلية بمأرب ويكبد الميليشيا خسائر كبيرة في الارواح والعتاد قوات القيش الوطني في محور البقع بصعدة تكبد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة وتحرر مواقع جديدة موسيقى من العناوين الى التفاصيل اجرى نايب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة الجوف اللواء من العكيمين الاطلاع على المستجدات الميدانية واحوال المقاتلين الابطال المرابطين في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرمة ضد ادوات ايران المتمثلة في ميليشيات الحوثي الكهنوتية واشد نايب رئيس الجمهورية بالانتصارات التي يسطرها ابطال الجيش ورجال المقاومة الاحرار على امتداد جبهات القتال ضد الميليشيات الحوثية في محافظة الجوف معبرا عن تقديره للدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في اسناد المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة واطمأن نايب الرئيس خلال الاتصال على سير المعركة وتنفيذ المهام العسكرية واحوال المقاتلين الابطال وما يتحلون به من شجاعة واستبسال ومعنويات قتالية عالية من جانبه عبر محافظة الجوف عن شكره وتقديره للاهتمام والمتابعة المستمرة لقيادة السياسية والعسكرية مؤكدا على مواصلة النضال حتى تحرير اخر شبر من محافظة الجوف ورفع المعاناة عن ابنائها واستعادة الامن والاستقرار فيها كما اجرى نايب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بقائد محور بيحانل ومفرح بحيبح للاطلاع على المستجدات الميدانية واحوال المقاتلين الابطال المرابطين على امتداد جبهات المحور وميادين الحرية والكرامة ضد الميليشيا الحوثية الكهنوتية واستمع نائب الرئيس خلال الاتصال لا تقرير موجز عن الاوضاع الميدانية والعسكرية والملاحم الخالدة التي يسجلها ابطال الجيش مسنودين برجال المقاومة والقبائل الاحرار وقوات التحالف وما يتكبده العدو من خسائر فادحة كما شاد نائب الرئيس بشجاعة المقاتلين الابطال ودعم الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والتفاف القبائل والمكونات المختلفة وكل الاحرار بما من شأنه حماية الجمهورية والمكتسبات الوطنية داعيا اليمنيين الى نبذ مشروع الكهنوت الحوثي التخريبي ورفض محاولات استغلاله للمواطنين والاطفال والمدنيين الابرياء ومساعيه في الزج بهم في معارك خاسرة من جانبه اكد قائد محور بيحان استمرار ثبات القيش ورجال القبائل اليمنية وكل الاحرار وردعهم للميليشيات الانقلابية وملاحقتها والمضي قدما في عملية التحرير مستعرضا عددا من القضايا والموضوعات العسكرية التقى وزير الاعلام معمر لريان الامين المساعد لشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ساعدت الدكتور عبدالعزيز العويشق وجرى خلال الاجتماع مناقشة اخر التطورات على الساحة اليمنية في ظل تصعيد الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران في عدد من الجبهات وقصفها المتواصل للاعيان المدنية والاحياء السكنية في مدينة مأرب والجهود التي يبذلها مجلس التعاون لدعم الحكومة الشرعية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاغاثية والانسانية وتحدث وزير العلام عن الجهود التي تبذلها الحكومة لاستعادة الدولة واسقاط الانقلاب وتطبيع الوضاع في المناطق المحررة وتقديم الخدمات للمواطنين بدعم واسناد من التحالف العربي بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية لافتا الى ان اليمن بقيادة فخامة الرئيس المناظر عبدالربو منصور هادي رئيس الجمهورية يأخذ معركة مصيرية في مواجهة المشروع التوسعي الايراني وذراعها الحوثية ومحاولاتها تحويل اليمن الى قاعدة ايرانية ومسخ الهوية اليمنية العروبية الاصيلة وشرى وزير الاعلام الى ضرورة المضي في انجاز تنفيذ بنود اتفاق الرياض وتوجيه كافة الجهود الوطنية في معركة التصدي للمشروع الايراني وادواته الحوثية واستعادة الدولة وتثبيت الامن والاستقرار واكد الوزير الايراني ان الحكومة الشرعية بتوجيهات من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدالربو منصور هادي ملتزمة بدعم جهود احلال السلام في اليمن والمرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخالجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة بالازمة اليمنية وفي مقدمتها قرار مجلس الامن الدولي رقم 22-16 بدوره اكد الامين العام المساعد لشؤون السياسية والمفاوضات على الموقف الثابت لمجلس التعاون الخليجي في دعم الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث كما اكد الامين المساعد لشؤون السياسية والمفاوضات خلال الاجتماع على شراكة الوثيقة القائمة بين مجلس التعاون واليمن واهمية تفعيل الاطر التي تم الاتفاق عليها في اطار تلك الشراكة في كافة المجالات حضر الاجتماع رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى بلادنا سعادة السفير سرحان المنخر أكدت حكومة بلادنا أن انقلاب ميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران والتي شنت حربها ضد تطلعات الشعب اليمني والتوافق الوطني وتصعيدها المستمر في أكثر من منطقة وآخرها الهجوم المتواصل على مدينة مأرب التي تأوي أكثر من مليون نازح سبب تدهورا مخيفا في كل القطاعات التنموية والإنتاجية المختلفة بما في ذلك قطاعات التعليم والصحة والزراعة والمياه والصرف الصحي التي أصابها الشلل وأصبحات عددا من المحافظات تعاني من انعدام الأمن الغذائي وقال مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة سفير عبدالله علي السعدي في كلمة بلادنا إلى الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأقل نموا الذي عقد بمدينة نيويورك الأمريكية إن التحدي الجديد والمتمثل بجائحة كورونا قد أضاف عبءا ثقيلا على كاهل الدول النامية لا سيما الأقل نموا مشيرا إلى أنه فضلا عن البنية التحتية الهشة وشحة الموارد تواجه الحكومات في الدول الأقل نموا صعوبات جمى في توفير رعاية الصحية ووسائل الوقاية لمواطنها وللكادر الصحي وجدد البيانة تأكيد على أن الشراكة مع الدول الأقل نموا ليست فقط في صالح هذه الدول بل إن ذلك سيساهم في تنفيذ الأهداف العظيمة للتنمية المستدابة بما يسهم في تقدم البشرية جمعا اقتصاديا وسياسيا وبئيا لما تتوافر عليه تلك الدول من موارد بشرية واقتصادية كامنة يمكن الاستفادة منها مشيرا إلى أن محاربة الفقر ورفع مستوى معيشة الأفراد وتوفير فرص العمل الكريمة للجميع سيساهم حتما في تعزيز السلم والأمن الدوليين وبما يقطع الطريقة على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة التي تستغل الظروف المعيشية الصعبة للشباب لتجنيدهم واستغلالهم أكدت الكويت وألمانيا والسويد والمملكة المتحدة التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم سيادة اليمن ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها وعملية السلام في اليمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار رقم 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وجدد وزراء خارجية الكويت وألمانيا والسويد والمملكة المتحدة في بيانهم الصادر عن الاجتماع المشترك المنعقد افتراضيا على هامش انعقاد الجمعية العامة الخامسة والسبعين للأمم المتحدة مع وزراء وممثلين من الولايات المتحدة الامريكية والصين وفرنسا وروسيا والممثل أهل على الاتحاد الأوروبي لمناقشة الحاجة الملحة للتقدم السياسي في اليمن من الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن ينهي الصراع في اليمن ودع البيان إلى وقف تصعيد العسكري في كل أرجاء اليمن ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وتنفيذ الكامل للقرار رقم خمسة وعشرين اثنين وثلاثين مرحبا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة في الخامس والعشرين من مارس إلى وقف فوري للأعمال العدائية في اليمن وكذلك وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنه التحالف لدعم الشرعية في الثامن من إبريل معبرا عن القلق الشديد حول استمرار هجوم الحثيين في مأرب والذي يعرض السكان والنازحين هناك لخطر جسيم الأمر الذي يهدد بتعطيل عملية السلام التابعة للأمم المتحدة أعلنت دولة الكويت الشقيقة عن مساهمة قدرها عشرين مليون دولار أمريكي للمساعدات الإنسانية باليمن من الموارد المتاحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية محذرا في الوقت نفسه من تصعيد بيليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة مأرب وقال وزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد الصباح خلال ترأسه أعمال الاجتماع الوزاري حول اليمن عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع الذي عقد على هامشه أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة مشتركة مع وزراء خارجية كل من مملكة السويد والمملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية أن محافظة مأرب لعبت دور الملاذ الآمن في هذه الأزمة للنازحين من أجزاء أخرى من اليمن الذين جاءوا إليها بحثا عن الأمان وإي تصعيد ستشهده المحافظة ستكون عواقبه سيئة في المجالات السياسية والعسكرية والإنسانية وخيمة ومن شأنها تقويض الحل السياسي الشامل عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن دانتها لإطلاق ميليشيات الحوث الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشغطة السعودية وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس إن منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار ميليشيات الحوث الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية أعلنت قوات الجيش الوطني السيطرة على مناطق استراتيجية وسكانية في مديرية متغل شمال محافظة مأرب وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش حررت موقع صفراشيبان وقريتي دهنان والمدراج ومنطقة أبو الحوم شمال مديرية متغل عقب مواجهات عنيفة ضد الميليشيات الحوثية وأضافت المصادر أن المواجهات اسفرت عن مصرع العشرات في صفوف الميليشيا بينهم قيادات واغتنام أبطال الجيش عربات عسكرية وأسلحة متنوعة وأسر العشرات من عناصر الميليشيا إلى ذلك أكد مصدر عسكري أن أبطال الجيش الوطني حرروا مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة مهلية وسط خسائر كبيرة للميليشيات الحوثية أكد محافظ محافظة الجوف اللواء من العكيمي أن القوات المسلحة والمقاومات الشعبية أصبحت على مشاري في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف بعد الانتصارات الكبيرة التي تحققت خلال الأيام الماضية في أكثر من جبهة بالمحافظة وقال اللواء العكيمي لموقع الجيش أن الهدف الأساسي للقوات المسلحة هو تحرير واستعادة كامل تراب الوطن من ميليشيات الحوثي الانقلابية وليس تحرير مدينة الحزم فقط وأشار محافظ محافظة الجوف إلى أن الميليشيات الانقلابية منيت بخسائر الساحقة في عدتها وعتادها وهي تتلقى الهزائم الكبيرة في جبهات وميادين القتال المختلفة في محافظة الجوف وغيرها من المحافظات وعوضح اللواء العكيمي أن المعنويات التي يتحلى بها أبطال الجيش ورجال القبائل تعانق قمم جبال عيبان وردفان الأشم وهم يتقدمون بخطا ثابتة وواثقة نحو تحرير مدينة الحزم وبقية المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات التمرد والانقلاب الامامية وأن نهاية تلك العصابة الحوثية الإجرامية اقتربت وخلال الأيام حققت قوات الجيش الوطني من ألويات التوحيد ومحور البقع تقدما واسعا في سلسلة جبال رشاحة الاستراتيجية والمطلة على صحراء البقع في محافظة صعدة وخاضت قوات الجيش بقيادة اللواء عبد الرحمن اللون في السلسلة الجبلية الاستراتيجية لجبال رشاحة والتباب المجاورة لها معارك شريسة مع ميليشيات الحوثية الانقلابية وسيطرت على عدد من المواقع والتباب وكبدت ميليشي الحوثي خسائر فادحة في العتادي والأرواح وفراري من تبقى منهم وقالت مصادر عسكرية إن مدفعية الجيش من ألويات التوحيد دكت مواقع وتحصينات الميليشيات الحوثية وحققت أهدافها بدقة بالغة وأقدت المصادر طيران التحالف العربي شن عدة غارات أدت إلى مقتل وجرح العشرات من ميليشي الانقلاب الحوثية وإحراق عربات بي ام بي وتمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني من نزع أكثر من مائتين وخمسة عشر لغم زرعتها ميليشي الحوثية الإرهابية في المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل أبطال الجيش الوطني تمكنت قوات الجيش الوطني من اعتراض وتدمير طائرة استطلاع مسيرات تابعة للميليشيات الحوثية في محافظة تعز وذكرت مصادر عسكرية دفاعات الجيش الوطني أسقطت طائرة استطلاعية مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في جبال العروس بمدرية صيرة أو صبر الموادم جنوب شرق تعز وكثفت ميليشيات الانقلاب الحوثية من هجماتها المتكررة على مواقع الجيش الوطني واستهداف المواطنين بشكل متعمد والذي كان آخرها استهداف مديرية المصراخ جنوب تعز بصاروخ كاتيوشا الحق أضرار مادية في عدد من المنازل فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة شبكات من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات التي زرعتها الميليشيات الحوثية غرب مدينة حيس بمحافظة الحديدة وأوضح مصدر في الفريق الهندسي أن عملية المسح والتطهير قام بها الفريق الهندسي التابع للوائن السابع والحادي عشر عمالقة وطهروا قراء وأوديا كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية في وقت سابق قبل دحرها وتحرير مدينة حيس وأكد المصدر الهندسي أن الفريق الهندسي فكك وانتزع شبكات واسعة من الألغام والعبوات الناسفة المتفجرة من بينها رؤوس صاروخية اكتشفت في منازل الأهالي الذين هجرتهم الميليشيا منها قسرا وكذلك في الطرق الفرعية وتواصل الفرق الهندسية للقوات المشتركة جهودها الحثيثة بتفكيك ألغام ومخلفات للميليشيات الحوثية التي زرعت هذه الميليشيا في القرى والأحياء السكنية والطرقات العامة والفرعية بالساحل الغربي والتي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مسجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا حيث تم تسجيل حالتي وفاة وحالة إصابة جديدة في محافظة لحج بالإضافة إلى تسجيل حالة إصابة جديدة في محافظة الضالع وحالة إصابة أخرى في محافظة حضرموت ولم تسجل اللجنة أي حالات التعاف ليرتفع بهذا إجمالي الحالات التراكمية المؤكدة في بلادنا إلى 2022 حالة منها 585 حالة وفاة و1221 حالة تعاف وشفاء هذا ووضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا أن تقاريرها لا تشمل الحالات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بسبب عدم القدرة على التحقق من الأرقام الفعلية للإصابات أما عالميا فقد تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا 30 مليون و300 ألف حالة فيما بلغ عدد الوفايات ما يزيد عن 950 ألف حالة وبلغت حالات التعاف أكثر من 22 مليون حالة تعاف وشفاء التقى سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم قيادة الاتلاف التهامي الوطني لمناقشة الأوضاع العامة في الداخل اليمني وفي مستهل اللقاء رحب السفير بقيادة الاتلاف التهامي في جمهورية مصر مؤكدا على ضرورة تقارب كل القوى الوطنية بمختلف توجهاتها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية من جانبهم قدمت قيادة الاتلاف التهامي شرح مفصل عن الأهداف الاجتماعية والحقوقية للإتلاف مؤكدين موقف ابنات هامة إلى جانب الشرعية مشيرين أن أهدافهم أو هدفهم هو حقوق ابنات هامة التي يرون بأنهم لم يحصلوا عليها حضر اللقاء المستشار حيدر القاضي مزيد من الأخبار المحلية بعد الفاصل اخبارنا المحلية نبدأها من حضر موت فقد قام محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحساني بزيارة لمديرية الشحر طلع خلالها على ما تم إنجازه في طريق الشحر المعدي وادي عرف الممتد إلى منطقة الأدواس والرابط بين ساحل ووادي حضر موت بطول 76 كيلو مترا وتفقد المحافظة أعمال الردم في طريق وإنجاز العبارات موجها بسرعة إنجاز عقبة المعدي وتعجيل العمل في طريق وفقا للمواصفات الفنية ووجه المحافظ مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضر موت بمراقبة العمل في المشروع وتعجيل بدفة الإنجاز ومعالجة أي معوقات تعترض استكمال المشروع كما التقى محافظ المحافظة في منطقة المضابي مشائخ وأعيان منطقتين المعدي والمضابي والمناطق المجاورة لها مستمعا إلى همومهم واحتياجاتهم وأبرزها مشروع الطريق وأكد المحافظ اهتمامه بهذا الطريق الحيوي والتاريخي بوصفه الطريق الأول الرابط بين مدن ومناطق ساحل حضر موت بمدن الهضبة والوادي والصحراء كما أنه يكتسب أهمية في اختصار المسافة وخدمة المناطق الواقعة على الطريق وتسهيل تنقل مواطنيها إلى مختلف المدريات اطلع محافظ محافظة حضر موت الوارو كنفرق سالمين الباحساني خلال زيارته لمديرية غيلبا وزير على سير العمل في عدد من المشاريع والمكاتب الخدمية ومستشفى المديرية وتفقد المحافظ سير العمل في مشروع عادة ترميم وتأهيل المركز الثقافي للأنشطة التربوية والتنموية واستمع من مدير عام المديرية الدكتور عدنان محمد حمران على أعمال الترميم وتقوية أساسات وأسقف وسطح المبنى ووجه المحافظ بمضاعفة العمل في المشروع وسرعة إنجازه مع الاهتمام بتوفير العمالة الماهرة ويعادة تأهيله على النسق التاريخي للمبنى الذي يحكي تاريخ حقبة زمانية مزدهرة بالعلم والتعليم والمعرفة وعقد المحافظ اجتماعا بمبنى الإدارية بالمبنى الإدارة المحلية بالمديرية اطلع خلاله على سير العمل في المشاريع المنفذة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وسير العمل في المرافق الخدمية وأشار المحافظ بجهود السلطة المحلية بالمديرية موجها بسرعة صرف المستخلصات الخاصة بمشروع طريق النقع العيون واستكمال العمل في المشروع وإنجاز الاتفاقات الخاصة بمشروعي سفلتة 25 كيلو متر للشوارع الداخلية ومبنى الإدارة المحلية بالمديرية دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي محمد الحامد ومعه رئيس جمعية أمل توزيع 120 سلة غذائية للمتضررين من الأمطار ومياه السيول بدلت أبيان بدعم من فاعل خير وتنسيق منظمة تجديد وتنفيذ مؤسستي الهجرة وجمعية بسمة أمل وذلك في كل من مناطق الفشال والديو ومنطقة الشعلة بمديرية خنفر وعبر رئيس جمعية بسمة أمل حسين الفضل عن شكره لمنظمتي تجديد والهجرة للأعمال الإنسانية في هذه الإغاثة الطبية ومساعدة الذين تضررت منازلهم جراء تدفق السيول الكبيرة في وادي بنا وما سببته من تجريف للأراضي الزراعية بالقرب من منازلهم حضر التجهين مستشار المحافظة للشؤون الزراعية حيدر دحا ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهر سالم عبدالله نيمر مع وفد من المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحيب الجمهورية وضع فرع المؤسسة بالمحافظة والحلول والمعالجات المناسبة استعرض نيمر الصعوبات التي تواجه عمل فرع المؤسسة في ظل التوسع العمراني وزيادة عدد النازحين القدمين من مختلف محافظات الجمهورية وتعرض المؤسسة في الفترات السابقة إلى عدد من الأعصير المتتالية التي أدت إلى تدمير الخدمات ومشاريع البنية التحتية ومكونات المؤسسة كما ناقش اللقاء مشكلة الصرف الصحي في عاصمة المحافظة الغيضة بعد تعثر مشروع الصرف الصحي مما أدى إلى تشبع الترب الماء والعدد من المشاكل الأخرى للمواطنين وعشاد المهندس سالمين عبدالله علي نائب رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بدعم السلطة المحلية بالمحافظة لفرع المؤسسة مؤكدا دعمه لا محدود حسب الإمكانات المتاحة وخرج اللقاء بعدد من المقترحات والحلول المناسبة التي ستعمل على حل مشكلة الصرف الصحي والمشاكل الأخرى ترأس وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقاوي المخلاف اجتماعا موسعا بمسؤولي القطاع الصحي الحكومي والخاص في المحافظة لمناقشة الوضع الصحي ومستوى الإنجاز وفي اللقاء الذي ضم وكيلة وزارة الصحة دكتور عبدالرقيب محرز والدكتور منصر العسلي وبحضور وكيل المحافظة محمد الصنوي ومدراء المستشفيات الحكومية والخاصة وعمادة كلية الطب كدى الوكيل المخلافي حاجة المحافظة الملحة للخدمات الصحية في ظل الظروف الراهنة نتيجة الحرب وقلة الدعم ونزوح الكادر الطبي وانتشار الأمراض والحميات الفيروسية وغيرها والذي ينبغي توحيد وتنسيق الجهود بين المستشفيات ومكتب الصحة في المحافظة لمعالجة الإشكالات والاحتياجات الصحية لرفع مستوى الأداء وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وجرحاء الجيش الوطني والمدنيين والحد من مواجهة الأمراض والأوبئة من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الرقيب محرز اهتمام ودعم وزارة الصحة للقطاع الصحي في تعز بصورة خاصة وتسهيل إجراءاتها بناء على توجهات وزير الصحة تقديرا لوضع المحافظة مشيرا إلى دعم مكتب الصحة في المحافظة بالجانب التدريبي وإعطاء الأولوية لتعز في هذا الجانب وقر الاجتماع تشكيل آلية عمل ووضع تصور عام للتنسيق مع لجنة الجرحة والمستشفيات الحكومية والخاصة لاستقبال وعلاج الجرحة بالإضافة إلى عدد من التوصيات الرامية إلى تحسين أداء العمل والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية في المحافظة استعرض اجتماع عقد بسيئون برأسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء صام حبريش توصيات ورشة العمل الخاصة بمشروع إدخال تقنيات التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العام والثانوي والجامعي وذوي الاحتياجات الخاصة بهدف الارتقاء بأدائها عن طريق الاستفادة من تقنيات نظام التعليم الإلكتروني وفي الاجتماع قدم مستشار المشروع الدكتورة عزة السعدي توصيات الورشة وسبل بلورتها إلى نماذج على الواقع مع مراعاة المرونة عند التنفيذ وخصوصية ذوي الاحتياجات الخاصة في المشروع استنادا إلى توصيات الورشة واقترح الاجتماع تنفيذ المشروع كتجربة في مناطق محددة بوادي حضرموت تساعد في إيجاد معالجات للصعوبات والمعوقات التي تظهر أثناء التنفيذ لتقاوزها عند تنفيذ المشروع مستقبلا وأكد الاجتماع على تكاتف الجميع وتعاونهم في إنجاح المشروع وتسخير الإمكانات المتاحة والمتوفرة في سبيل تطوير وتحسين العملية التعليمية والتربوية ومواكبة التقنيات الحديثة في مجال التعليم استعرض فريق المؤسسة الطبية الميدانية طبيعة أنشطة المشاريع التي تنفذها المؤسسة في إطار مدريات وادي حضرموت والصحراء والتي تشمل مشاريع الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش والاستجابة العاجلة للنازحين والتغذية التكميلية التي تستهدف عددا بمدريات الوادي والصحراء وعطى الفريق الميداني لمؤسسة في لقائه وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثير أعطى صورة شاملة عن أعداد المستهدفين لمشروعية الأمن الغذائي والاستجابة العاجلة الممولان من برنامج الأمن الغذائي موزعين على عشر مدريات وهي القف وزمح ومنوخ وحجر الصيعر وعمد وراخيا وحريضة وساه وحورة ووادي العين وارماه وثمود فيما يستهدف مشروع التغذية التكميلية ثلاث مدريات هي سيئون وتريم القطن وعرب وكيل المحافظة عن ترحيب السلطة المحلية بمشاريع المنظمات الوطنية والدولية الهادفة لخدمة أبناء وادي وصحراء حضرموت مجددا استعداد السلطة المحلية لتدليل أي صعوبات تعترض سير المشاريع تلك المنظمات ناقش مدير وعام مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن فهيم عواض عباد تقارير عدد من المكاتب التنفيذية من مركز الخدمات الشاملة ومركز الأسر المنتجة وتقرير مكتب المالية بالمديرية وفي الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحل شلال السيد محمد اطلع عباد على تقرير مكتب المالية والذي استعرض نسبة الموارد المحلية والمشتركة للمكاتب التنفيذية بالمديرية كما بحث عباد تحسين أداء المكاتب التنفيذية وسبل رفع مستوى تحصيل إرادات المالية للمكاتب التنفيذية المتدنية برفع الربط التقديري المنخفض وذلك بالتنسيق مع مدير عام مكتب المالية في عدن مصطفى الشعري وفي الاجتماع وجه عباد بالنزول والمتابعة للصيدليات المتخلفة عن تستيد رسوم التراخيص وكذا إغلاق الصيدليات العشوائية الغير مرخصة في المديرية ضمن الجهود المبدولة من قبل مكتب التربية والتعليم بمحافظة مارب وتحت شعار بالعلم تبنى الأجيال لشنت مدارس الملتقى دورة تدريبية وتأهيلية للكادر التعليمي بتزامن مع تدشين العام الدراسي الجديد تفاصيل مع مرسل لمحمد الجداسي بتزامن مع تدشين العام الدراسي الجديد 2020-2021 ميلادية وتحت الشعار بالعلم تبنى الأجيال برد دورة تأهيلية للكادر التعليمي وهي تأتي ضمن الجهود المبدولة من قبل مكتب التربية والتعليم في مجال التدريب والتأهيل القائمين على التدريب والتأهيل أكدوا على أهمية ودور الكوادر التعليمية بات الكفاة العالية في الارتقاء بالعملية التعليمية أتمنى من المدرب أن يركز على الجانب التطبيقي الجانب التطبيقي أثناء الديرة التي يكون يرسخ في العقل أكثر من الجانب النظري ممكن أن أدرس النظري بالبيت لكن التطبيقي هو الذي يكون واقع أو يكون واضح للمتدرب المعلمات من القهود المبدولة من قبل مكتب التربية والتعليم في مجال التدريب والتأهيل كلنا على يقين أن طريقنا إلى التنمية والتطوير لن يمكن أن يتحقق إلا من خلال التربية والتعليم والمدارس الحكومية والمدارس الأهلية بدون شك هي المحظن الأكبر والمصدر الأول لتقديم هذه الخدمة خدمة التربية والتعليم لأجيالنا ولي طلابنا فاهتمام المدرسة من خلال هذه الدورات التي تم تدشينها والتي استفدنا منها الكثير وتضمنت الدورة التخطيط ودورة نهج القراءة وأيضا التعلم النشط واستفدنا منها الكثير والكثير كما أن الدورة التأهيلية والتدريبية لكيفية وسائل التعليم والتعليمية معنا الأستاذ ياسين كما قام على إبذال قهود قصوى وإبذال قهود كبيرة في تعليمنا وفي تحفيزنا وفي إعطائنا كميات معلومة لقيادة الصف تجهيزات حديثة تشدها مدارة المحافظة الحكومية والأهلية من حيث معامل الحاسوبة وكذلك المعامل العلمية والتجهيزات المبنية الأساسية لاستقبال العام الدراسي والطلاب والطالبات الاتمام بتأهيل الكادر التعليمي مثل الركيز الأساسية لبناء قيلة متسلح بالعلمي والمعرفة لقناة عدل الفضائية محمد القداسي محافظة ماري قامت مؤسسة رؤية المستقبل في مقرها بالتعاون مع فرع مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية بمديرية زنجبار بمحافظة أبيان ورشة عمل حول دور المرأة في حل النزاعات وبناء السلام ضمن القرار الأممي 1325 وفي افتتاح الورشة كدامدير عام مكتب الإعلام بمحافظة أبيان الدكتور ياسر باعزم أن المرأة الأبيانية استطاعت أن تكون حاضرة في الآزمات والمحن ومراحل النزوح وأن تقف مع أخيها الرجل في كل مرحلة مر بها من جانبها أوضحت رئيسة مؤسسة رؤية المستقبل الأخت فلسطين بركات أن الورشة تستهدف البارزات والناشطات ورئيسات الجمعيات بمديرية زنجبار واستعرضت ما تعانيه النساء والفتيات في محافظة أبيان من أشكال العنف والتمييز في فترات النزاعات وخلال الورشة التي أدارتها رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة خلود القديري جرى عرض عدة محاور ومناقشات عديدة بين مجموعة المشاركات لتقديم آليات لتنفيذ هذا القرار والخروج بتوصيات من خلال هذه الورشة دشان المنتدى الإنساني توزيع السلة الغذائية للأسر الأشد ضعفا وفئات الصم والبكم والمعاقين وكبار السن بتمويل من منظمة هيومن أبل ضمن مشروع الاستجابة طريقة لاحتياجات الغذاء والدواء في محافظة تعز حيث يستهدف خمسمائة وثمانين أسرة تتم على مرحلتين وتعد هذه هي المرحلة الأولى والتي استهدف فيها مائتين وثمانين هذا وسيتم تدشين المرحلة الثانية خلال الأيام القادمة والتي تستهدف ثلاثمائة أسرة من فئات الصم والبكم والمعاقين وكبار السن خدمات طبية وإنسانية كبيرة تقدمها مستشفى 26 سبتمبر العام في مجرية الجوية بالجوبة بمحافظة مأرب وكاديره الطبي رغم شحة الإمكانيات المادية والنقص في الكادر الطبي والمسترزمات الطبية التي يعاني منها المزيد من التفاصيل تتابعونها في سياق التقرير الذي أعده رفيق السامي رغم شحة الإمكانيات المادية والبشرية والنقص في الكادر الطبي الذي تعاني منه مستشفى 26 سبتمبر العام في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب إلا أنه يقدم خدماته الطبية والإنسانية على مدار الساعة للإخوة المواطنين نحن في مستشفى 26 سبتمبر نقوم بتقديم الخدمات الطبية للمنطقة وما جاورها من المديريات المجاورة الخدمات التشخيصية والعلاجية يوجد لدينا العيادات التخصصية الجراحة العامة والنساء والولادة والعيادة العظام والعيادة الأنفل والحنجرة والعيادة الباطنية بالإضافة إلى عيادة الطباء العموم إدارة مستشفى 26 سبتمبر وكوادرها الطبية التي تعمل جاهدة على تقديم خدماتها الطبية والإنسانية لنزلائها من مختلف مناطق ومديريات المحافظة تناشد الحكومة ووزارة الصحة والسلطة المحلية لمحافظة مأرب توفير الأجهزة والكوادر الطبية التي تحتاجها المستشفى خدمات في مستنقصات المستشفى طبيب مخو عصاب يحولوا الحالات إلى مأرب ومنها من يتوفى في الطريق بسبب نقص الأطباء داخل المستشفى الأسعافات ناقصة المرضين في الحوادث الجراحة فيه نقص فيهم نعاني من نقص في الكوادر المستلزمات وكذلك سيارات الأسعاف والأخلاء الطبي وأيضاً لما تكون حالات كثيرة من الجرحة والمصابين جهود حثيثة وجبارة تقدمها ملائكة الرحمة هنا في مستشفى 26 سبتمبر العام للمواطن دون كلل أو ملل وعلى مدار الساعة لقناة عدن الفضائية رفيق السامعي مأرب افتتح مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن محمد عمر البر مشروع عادة تأهيل وتجهيز ملعب نشوان الرياضي الشعبي البالغ تكلفته 60 مليون ريال بتمويل من المجلس المحلي بالمديرية وتضمن المشروع فرش أرضية الملعب العشب الصناعي ذات المواصفات الرياضية بمساحة تقدر بتسعمائة وخمسين مترا مربعا بعد قشطها وتسويتها وردمها بتربة ناعمة وكذا بناء مدرجات تتسع لمائتين متفرج وعقب قص الشريط إذانا بافتتاح الملعب رسميا عبر البر عن سعادته من تنفيذ وإنجاز هذا المشروع في الحفاظ على الشباب وشغل أوقات فراغهم من خلال ممارسة أنشطتهم الرياضية تفاديا للكثير من المشاكل والظواهر السلبية وأكد البر حرص واهتمام قيادة السلطة المحلية بمدرية المنصورة بكافة الملعب الرياضية الشعبية المتواجدة في مختلف مناطق المدرية وفي الافتتاح قيمت مباراة ودية جمعت فريقين من نجوم الزمن الجميل من مدرية المنصورة والتي انتهت بتعادل إيجابي بأربعة أهداف لكل منهما بعد ذلك قام قائد الفريقان بإهداء كأس المباراة لمدير مدرية المنصورة محمد عمر البري رعى وزير الشباب والرياضة نايف البكري مباراة ودية أقيمت على أرضية ملعب الفقيد حسين باوزير بنادي شمسان بمديرية المعلّة بمحافظة عدن المباراة كانت بين فريقي قدام شمسان وفريق قدام أندية عدن في أربعينية فقيد الحركة الرياضية والتحكيمية الكابتن والحكم الإداري طه عبد الرحيم لاعب نادي شباب القزيرة الرياضي وفريق نادي شمسان وخلال المباراة حقق فريق قدام شمسان الفوز على فريق قدام أندية عدن بهدفين مقابل هدف وحيد سجل أهداف المباراة كل من جميل المقطر وهاني الصراري لقدام شمسان والشرف محفوظ لقدام أندية عدن هذا ويعد الفقيد من أبرز لاعب نادي شباب القزيرة الرياضي في مديرية المعلّة والذي حقق لنادي عدد من البطولات بهذا الخبر مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه النشرة عودة للزميل لا كرام للتذكير بأهم مجاة في هذه النشرة شكرا أديب إلى العنوين نائب رئيس الجمهورية يجري اتصالين هاتفيين بمحافظة الجوف واللواء بحيبح لإطلاع على المسجدات الميدانية في مختلف الجبهات الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في مهلية بمأرب ويكبد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد قوات الجيش الوطني في محور البقع بصعدة تكبد ميليشيات الحوث خسائر فادحة وتحرر مواقع جديدة كانت هذه كل الأخبار في هذه النشرة لمتابعة المزيد من الأخبار زروا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام وتليجرام وكذلك منصاتنا على اليوتيوب وأنتم والوطن بخير في أمان الله إلى اللقاء